بسم الاب والابن والروح القدسة لله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى الابد امين ربنا يسوع المسيح كان بيكلم تلاميذه وقال لهم القصة بتاعة الوكيل والقصة دي أو المثل ده مذكور في انجيل لأبس أصحى 16 وده من ضمن العشرة امثلة اللي قالهم الرب يسوع لتلاميذه وأكثر الأمثلة صعوبة من ناحية التفسير ازاي السيد يمدح العمل اللي عمله الوكيل وبعدين السيد المسيح يعقب ويقول الامين في القليل امين في الكثير السيد المسيح له المجد معلمنا لو أذكر القصة دي في أول أصحى 16 قبلها في أصحى 15 كلمنا عن الابن الضال والخروف الضال والدرهم المفقود وبيورينا محبة الله الآب للبشر وهنا يقول لتلاميذه عن الوكيل ده ربنا بيبين محبته ونشوف عمل الوكيل والكنيسة اختارت الفصل ده وبيتكرر علينا على مدار السنة 14 مرة امتدح السيد الوكيل عن العمل اللي هو عمله ايه اللي عمله عشان يمدح عليه راح لمديوني سيده وقال لواحد انت كم عليك لسيدي فقال له مية مية بث زيت يعني مية صفيحة زيت قال له طب اكتب على السك خمسين وانا سمحك بالخمسين وراح لواحد تاني قال له انت كم عليك لسيدي قال له قال له مية قر قمح مية شوال قمح قال له طب اكتب خمسين وبعدين يجي السيد يمدح الراجل هل العمل اللي عمله الوكيل ده فير ولا مش فير هل هو صاحب الوكالة علشان يقدر يتصرف فيها كده اما ليه ربنا يسوع المسيح بيقول ان السيد مدح الوكيل رغم ان سماه وكيل الظلم مامتدحوش في امانته لكن امتدحوا في حكمته يقول لك فمدح السيد وكيل الظلم از بحكمة صنع امتدح الحكمة بتاعته ازاي ان هو بص الأدام وقال ان سيدي حيتردني من الوكالة طب انا هعمل ايه هتصرف ازاي فبص الأدام وصنع بحكمة الفكرة دي يكتب سك على المديونين علشان لما يتعزم الوكالة يروح يقول لهم ادفع اللي عليك فالسيد هنا بيمدح الحكمة الارادة بتاعت الوكيل لكن ما بيمدحش اخلاقه لانه كان وكيل ظالم عشان كده ينبغي على ابناء النور ان هما يكون عندهم حكمة في مال الظلم اللي هما مستأمنين عليه عشان كده يقول السيد المسيح الامين في القليل امين ايضا في الكثير والظالم في القليل حيبقى ظالم في الكثير ويقول اذا ما كنتش امين في مال غيرك مين حيديك في ملك وهنا ونسأل ايه هو القليل وايه هو الكثير الامين في القليل امين في الكثير والظالم في القليل ظالم في الكثير ايه هو الاليل دا والكثير القليل اللي هو مال الظلم وايه هو مال الظلم الصروة الزمنية اللي في العالم الحاضر اللي هي مش بتاعتك انت مجرد امين او وكيل عليها طب دا القليل طب والكثير قالك الكثير اللي هو الغنى الروحي الامور الروحية اللي ربنا وكلك عليها وخلاك امين عليها اللي هي الامور الابدية يعني المال مثل هو وسيلة نستعملها وهي امانة في ايدينا ويسأل في الوكالة هل الانسان امين ولا ظالم لشن كده السيد المسيح بيقول ما تقدرش تخدم سيدين يا اما تحب الواحد وتحتقر الاخر يا اما يكون ليك ولأ لواحد وتبغض الاخر وساوى نفسه بالمال المال مش الفلوس المال بس لكن المال كل ما الانسان يمتلكه الخيرات اللي ربنا بيدهالك بنكون امناء عليها ولا صحتك امين عليها ولا ولا بتعمل حاجات تبوز صحتك عادة تكون متسلطة تدخين شر عادات اخرى والمسيح يسأل في الوكالة انت امين في القليل ولا مش امين والمسيح والمسيح كشف لنا اني الامانة هي قانون الابدية قانون الابدية كنت امينة في القليل اقيمك على الكثير لم يجي السيد ويحاسب في الدينونة هيسأل انت كنت امين ولا ما كنتش امين هيسأل كل واحد فينا ويقيمنا على امانتنا علشان كده انا عايز اقولكم افكر معاكم في حكاية الامانة دي والامانة لها ثلاثة ابعاد امانة في الفكر وامانة في القول وامانة في الفعل هل انت امين امانة الفكر للانسان ازاي يكون امين مع نفسه في فكره داود يقول خبأت كلامك في قلبي لكي لا اخطئ اليك كان امين على كلمة ربنا خلها جواها واحفظها حسب الوصية لكي له يخطئ اليك والانسان المسيحي يحفظ حواسه لان الحواس هي مدخل الفكر بوليس الرسول بيقول بيقول تلميزه وتلميساوس في رسالته الاولى مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح الانسان الامين يكون امين في فكره البعد التاني في الامانة الامانة في القول يعني اللسانه يكون عفيف مايقعدش يقاصب مايقعدش يمسي كسيرة الناس يبقى امين في القول بتاعه مافيش كلمة بطالة بطالة يعني ملهاش فايدة مش كلمة شريرة لا كلمة بطالة يعني حتى الكلام اللي ملهوش فايدة الانسان الامين يخلي بالو يكون امين في كده امين ان هو مايدينش اخوه بكلامه ولا بفكره الانسان يكون امين على السر اللي يؤتمن عليه مايفشيش السر كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير عشان كده نصلي مع داود في المزامير ونقول لتكن اقوال فمي وفكر قلبي مرضية امامك يا رب يا رب اجعل اقوال فمي وفكر قلبي وافعالي تكون مرضية امامك البعد الثالث في الامانة امانة في الفعل السلوك الانسان يسلك بالتدقيق لاني حيجي وقت ويسمع الصوت ادي حساب وكالتك طب ازاي وكالتك هو صاحب الوكالة لا هو بس مجرد امين او وكيل البعض يفتكر ان هي الوكالة بتاعتي وانا اتصرف فيها زي ما انا عايز لا ده افتكر تملي ان انت امين وان انت وكيل والوشيات والوشيات اللي تروح ضدك تكون وشيات بطلة وشهادة ضميرك امام ربنا وامام نفسك تشهد ليك ان انت كنت امين زي يقول السرسول يقول اني اسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر جهدت الجهاد الحسن اكملت السعي اخيرا وضع لي اكلين البر الذي يهبه لي الرب العادل شهادة ضميره نحمية كان امين لوطنه والشعب واللهيكل ويسأل في الوكالة هل انا امين ولا مش امين ربنا يدينا ان احنا نكون امنا ويكون لنا حكمة في التدبير يقول لان ابناء هذا الضهر احكم من ابناء النور في جيلهم ويدينا النصيحة الاخيرة ويقول انا اقول لكم اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم المال اللي في ايدك دلوقتي اللي هو انت امين عليه اللي انت بتفكر ان ده بتاعك وانت صاحب الوكالة اصنع اصنع اصدقاء بمال الظلم حتى يشفعوا فينا لما نروح ونقف قدام الديان العادل لالهنا المجد الديان في كنيسته للأبد امين اللي اللي